سلام عليكم ازايكم عاملين ايه؟ النهاردة البودكاست الترند اكتر اسئلة بتجيلنا احنا دكاترة الضايت كل ما يتعلق بالتجميل عندي ترهولات عندي علامات تمدد وشي بيخص قوي مع الخساسان انا مش عارفة اعمل ايه بعد الخساسان مش عارفة انزل ازاي وفتت الدهون طب الميزو ترابي طب حقا التفتيت لا 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 احنا مش عارفين نجاوب على الاسئلة دي خالص كدكاترة متخصصين في التغذية العلاجية مش حكتنا وكعهدي في البودكاست لازم بجيب متخصص مش اي متخصص متخصص شاطر متخصص عنده experience او خبرة ممتازة متخصص في التخصص للجلدية والتجميل دكتورة دوحة النجومي ازاي يا نجلي ازايك عاملة ايه؟ بالراحة كده عشان بس اتعرفي نفسك للمتابعين حضرتك تقول لنا كده التخصص بتاعك ايه وبقاليك كم سنة بتشتغلي في هذا المجال دكتورة دوحة النجومي استشار الجلدية والتجميل بشتغل بقالي من 2005 عندي عيادة من 2011 ما شاء الله يعني بأنكده بنمارس في عيادة خاصة 12 سنة 12 سنة تقريبا والله اكبر انت من الاسماء المسمعها كويس جدا جدا ما شاء الله في اسكندرية ممكن بس اسألك هو تخصص الجلدية تجميل ده تخصص يعني احنا نعرف امراض الجلدية يعني شو حنا الحتة دي لا هي الجلدية لما مندرسها في الماسترز يعني هي الجلدية والتناسولية تمال هي الأمراض الجلدية والتناسولية بس هي الجلدية دلوقتي بقت منقسمة لتلات أجزاء الأمراض الجلدية والتجميل والتناسولية ممكن حد يبقى بيشتغل التلاتة وممكن حد يتخصص أكتر في حاجة منهم هقولك أنا بسأل ليه يعني أنا لو عايزة أسأل حد أو أروح لمتخصص في القصص اللي أنا شرحتها الحاجات اللي تخص الترهولات وإلى آخره أي دكتور جلدية أروح له ولا يفضل اللي بيشتغل في مجال التجميل لا يفضل اللي بيشتغل في مجال التجميل تمام حلو طيب احنا عايزين نبدأ بقى رحلة حد محتاج يخص تمام خلاص هو دلوقتي بدأ تخصيص أول حاجة بتيجي في باله الترهولات أنت عارفة بعد ما ترهولات هيخص كتير قوي آه طيب ما احنا بنكتلم في حد يعاني وأول حاجة بتبقى مخوفان هو حيترهل جسمي حيترهل تمام تقصودي إيه بيه هيخص كتير قوي يعني قصدك إن مش شرط يحصل ترهولات؟ لأ قصدي يعني لو حد هيخصها مثلاً 15 كيلو مش شرط يحصل ترهولات لا بيقولك عندنا دول لكن لو حد هيخصها أكتر من كده آه طبعاً ورد إن يحصل ترهولات طبعاً هي بتفرق أخذ بالك برضو من جسم للتاني ومن جلد للتاني يعني الناس اللي قرادي جلدها رفيع وجلدها قرادي المرونة بتاعته قليلة لما بيخصوا فعلاً بيحصل ترهولات جمدة في ناس تانين اللي هم جلدهم ما شاء الله بيبقى أحسن وده بقى دي جيناتكس يعني يعني حاجات وراسة بتبقى وراسة آه في عامل أخرى زي السن مثلاً في عامل أخرى زي إن أنا بقى وأنا بخصها بقى أشرب مية كتير كمية المية اللي أنا بشربها دي مهمة جداً 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 سماعين سماعين بقى ألعب رياضة يلعب إيه لعب إيه دكتورة؟ رياضة علشان خاطر أشد المسلز بتاعتي وبالتالي الجلد اللي فوقيها يبقى أحسن طبعاً موضوع شرب المية مهم ليه؟ لإن هو مهم جداً للكواليتي بتاعت الاسكن إحنا دايماً منقول كل ما جلدي كان جاف كل ما كان عرضة أكتر إن هو يعجز أسرع يعجز أسرع يعني يبقى أرفع فكل ما أنا بشرب مية كل ما بقى أحسن الكواليتي بتاعت جلدي فكل ما أنا بخص ما يحصلش تراهولات أكتر يعني عجز الجلد ملوش علاقة بالسن ليه علاقة باستهلاكي أو بإن أنا مش بياخد المقاومات اللي تخليه شباب أنا دايماً بقول للبيشنز بتوعي أو للكلاينز بتوعي أكتر حاجة بتعجز الخساسين أكتر من السن يعني أنا ممكن يجيلي بنوتا عندها عشرين سنة وخصت جامد قوي خصت لها مثلا بتاع عربعين خمسين كيلو ويبقى شكلها معجز أكتر من واحدة عندها ستين أو سبعين سنة بس مهتمية بنفسها فمن أكتر الحاجات اللي بتخلينا نعجز هو الخساسين الخساسين معلش يا بس الخساسين الغلط تمام يليل استرس يعني الناس اللي تبقى استرسته ومرهقة وكده وبعد كده الايجين طبعا الايجين كلنا بنأيج لكن في حاجات تانية كثير بتسبب بسكين ايجين غير الايجين نفسه منها زي ما قلنا الجلد الجاف منها الاسترس منها الايرهاق منها قلة النوم في ساعات منتظمة وقت الليل منها قلة شرب الميا قلة استخدام الكريمات الروتين بقى اللي احنا يعني اه لا يعني اللي احنا دي كلها التعرض الجامد جدا لأشاهة الشمس من غير سام بلوك بنتكلم في الوش لكن انا بتكلم في طرح هولاية الجسم ما انا بقول في الوش اكتر بقى اه حضرتك قلتي حضرتك قلتي ان مرونة وشباب الجلد مرتبط باللايف ستايل كده لايف ستايل طبعا صح كده اه طبعا طبعا ما تكرنيش حد مثلا مثلا ناس اللي بتخس جامد قوي ناس اللي عاملين سليف مثلا تكميم تكميم او اللي عامل تكميم وبيخس يعني في وقت قليل بسرعة جدا جدا وبيبقى يا حرام الانتاج بتاعهم بتاع الميا قليل جدا ومش قادر يشرب غصبا عنها ومش قادر يشرب غصبا عنها وبيبقى مبالعبش رياضة بقى ولا باخد الاكل الصحي اللي انا جسمي محتاجه وهو طبيعي طبعا ان انا هخسه وهتراهل وهبقى عامل كده لكن لو انا قريدي بخسه بالراحة وباخد الانتاج اللي انا محتاجه من المعادن ومن الفيتامينز ومن البروتينز ومن الميا وبالعب رياضة اكيد مش هيبقى جسمي زي لو حد ساب كل ده خالص انا بس عايز اقول للمشاهدين والمتابعين والمستمعين ان احنا مش متفقين اصلا على الكلام اللي حضرتك بتقوليه اه والله ما متفقين يعني الفكرة انه حضرتك بتأمني على الكلام اللي انا دايما بقوله lifestyle تضبيط طريقة عيشة طبعا مهم جدا بحجبه فيك جدا انا امنتك انك ما قلتيش مثلا في الاول الكريمات لا قلتي lifestyle ما بين شربه مياه ونوم وحركة ده اهم لان ده اسهل ده اهم ده بقيه ده اي حد يعمله ولا حاجة صعبة ولا حاجة مكلفة اللي محتاج ان انتي تروحي لحد professional عشان يقولك تستخدمي ايه اقل حاجة اشرب لي مياه ولعبي شواتي يارض يعني حضرتك كنت قاعدة في عياتك بيبقى بالنسبالك اللي بيخس ببطء حالته افضل بكتير طبعا طبعا حالته في كل حاجة حالته في الجسم وحالته في الوش طبعا خسسان الوش بقى بما ان احنا جبنا ترتين طيب خسسان الوش هو زي ما لسه انا ممكن واحدة تجيلي عندها عشتين سنة فعلا او ثلاثين سنة وتبقى خسة جماعة داوي ويبقى حرم وشها وقع وسقط وتقولي ان عندي ترهولات ووش يبقى عامل زي البولدوج ووش يسقط وشفي عندي هالات وشكل تعبان واقول لها ان كل ده بسبب الخسسان اللي مش مزبوط الخسسان اللي انتي بتعمليه مع نفسك وتقعودي تعملي معرفش يعود يعملو كامة الدايت وتقعودي تحلم نفسها من كل الاكل ومن كل هجاء اما بالناس اللي عاملة تكميم زي ما اتفقنا ومنخص بسرعة قوي قوي في وقت قليل فحصل انه حصل لوصف فات الفاتس طبعا مهمة جدا 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 احنا الفاتس الفكرة فيها انها بتعمل سابورت للوش تمام الدهون الدهون كل ما الدهون في وشي في الاماكن اللي بتبقى عاملة سابورت زي عند الشيكبون هنا وكده كل ما الاماكن دي كان الدهون فيها أقل كل ما وشي مع الجسم الله ده بتدي تشدل تحت أكتر فكل ما يبتدي تلاقي ناس عندهم بنسميه خطوط الابتسامة والخط اللي بنسميه سادلاين او الماريونات وتلاقي حتة دي ساجن كل ده بسبب ايه بسبب ان السابورت ده قل فأول حاجة بتحصل انه لما الدهون اللي هنا بتقل اللي هي مسؤولة عن السابورت ببتدي لوش يسقط تمام فليها بقى سبت نفسي كمان اكتر واكتر واكتر تبتدي التمبلز او المكان ده كمان الدهون فيه تقل فتجي تقولي انا حسة ان انا عيني زعلانة يعني حزينة عيني نازلة تحت ما هو الدهون اللي كانت هنا هي اللي كانت فتح عيني وهي اللي كانت مخليها شكلي احسن لما بتدت الدهون تتقل ابتدى السابورت ده يقل تمام فبتدى ان الجلد يبتدي ينزل ويبتدي يحصل يطراهول في المنطقة اللي فوق العين في الجفون يعني يحصل دهون اللي تحت العين هي كمان تروح فدهون اللي تحت العين لما بتروح بيحصل جروف بيحصل تجويف تجويف ده يعمل ضل فيعمل هالات يعني دلوقتي الدايتر اللي بيقول انا وشي بيبوث خالص لما بعمل دايت انا دايما برد عليه بقوله انت بتعمل الدايت غلط صحي كده؟ ردي صح ايوه طبعا طبعا ردك صح مظبوط لان احنا ما بنقولش ما تعملوش دايت يا جماعة خلاص جسمي مضيقني مليانة عايزة عم دايت نعمل دايت اوكي بس نعمل بالانس دايت ونعمله مظبوط متوازن متوازن ومهم قوي ان احنا ناخد مهم قوي ان احنا ناخد الوطب انتيك مهم جدا انا انا تعلمت منك حاجة لما كنت بعمل معاك دايت في موضوع شرب الماية الناس اللي بتنسى شرب الماية دلوقتي طبعا فيه applications على الموبايل وحاجات زي كده بس بقول لهم زي ما كنت بتقوليلي لو بتنسي تشربي ميا شربي كباية قبل كل صلاة وبعد يجيلي التراهل عشان اقلله قلتي رياضة ونوم واكل كويس متوازن بقولتي ان انا اشرب ميا كويس صح جدا وانا بعمل الضايت طب خلاص جا التراهل تمام تراهل جاف وشي وجاف جسمي ايه الحلول على حسب بقى التراهل دا وصل لحد فين يعني لو هو تراهل بسيط نقدر ان احنا مثلا في الوش نعالجه بشوية فيلرز وسكين بوسترز ومنساميها سكين بيلدرز حاجات تقوي الجلد تاني وتزود مرونتو وتشدو او سواء بالاجهزة او كده نعمل كده لكن لو الموضوع دلوقتي ان الجلد تراهل جدا لدرجة ان بقى فيه جلد زيادة عشان ارفع كل الجلد دا هيبقى وشي كورة قد كده فده مش صح فساعتها مع الاسف ما بيبقاش في حل غير الجراحة عشان اوصل لريزالت اللي انا عايزاها لكن ممكن بقى ساعتها اقول ان احنا يعني رفضين الجراحة تماما مثلا خلاص هنرضى من ان احنا نتحسن شوية بس ما يبقاش عندك very high expectations لو انت خسيت خلص وجلدك كله تراهل خالص يعني ما هنعمل ايه ساعتها طيب الناس بتخاف يا دكتورة دوحة من الفيلرز والبوتوكس والكلام بيقولوا انه فيه قوالين كتير حضرتك عارفة على السوشيال ميديا انه ممكن الحاجات تكون مضرة اكتر ما هي مفيدة طيب الحاجات دي فيها حاجتين مهمين سواء البوتوكس او الفيلرز في حاجتين مهمين تتأكدي من المادة يعني المادة اللي بيحقنها لازم تبقى كويسة جدا 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 تبقى approved وتبقى احسن حاجة والدكتور اللي بيحقن يبقى شاطر يعني لو جبتي اشتر دكتور احسن حد بيعرف يحقن في الدنيا وديتينه ماتيريال مش حلوة طبيعا الماتيريال دي مكتمل مشاكل ولو انت بدياني احلى ماتيريال في الدنيا وانا ما بعرفش حقنها هعمل كارثة برضو ما هي هيه فلازم الاتنين يبقوا كويسين تبقى الفعلة والدكتور اه طبعا طب انا حرف مين جدا انا حرف ميني يعني انا روحي بقى لحد يو ترست يعني اي دكتور ترستد على الاقل في الاول هيقولك مثلا يعني انا دلقتي خلاص البشتس بيقولي عمره ما بيزقوني بتحينين ايه خلاص هم عارفين ان انا اكيد مستخدمها احسن حاجة لكن من حقك في يعني انك تسألي انا البرودكت اللي بحقينه ده اسمه ايه ده بتعرفي مترخص ولا لأ تتأكدي من صلاحيته ده حاجة مهمة جدا جدا وممكن تسيرش قبل ما تروحي للدكتور على ايه الاسامل البرودكت الكويسة اللي بحقنا ما اعتقدش ان فيه حد يعني بيستخدم انواع يعني مش نقول هزيئة لا فيه وفيه ريبيوز وليل وليل قوي بس هقولك المشكلة في ايه المشكلة ان احنا معا الاسف في التخصص بتاعنا بقى مدايس كده يعني اي حد معادي انتو كمان اه احنا ايه دخل بقى مش عايزين بقى بتوع التخزيه بتوع التخزيه اه لا بتوع التخزيه هم ده كترة برضو يعني بتوع التخزيه هم ده كترة اوكي مفيش مشكلة بس يقدروا يشتغلوا من غير ما يكونوا جلدية اه وانس ان لنا درسة اه يعني تشريح كويس واخدت مثلا كورسات وكده ومش عارف ايه مفيش مشكلة يعني دي مش كارسة ممكن ااخد كورسات برا وفيش مشكلة طبعا غير لما تبقي اصلا دي اساس دراستك لكن مفيش مشكلة لو انا اصلا دكتورة سواء بقى دكتورة أسنان دكتورة تخزيه دكتورة اي حاجة بشري من خلاص قرية دي عندي البيس كويس تمام انا مش بتكلم على الناس دي خالص يعني يعني احسن من مفيش يعني بس انا بتكلم بقى على الناس اللي هما اساسا مش دكترة زي بقى البيوتي سانتر دي الحاجات دي وعالاسف الناس دي بتحقن والناس دي بينشوف منهم مصايب الهبل وده اللي مخلي على فكرة سمعة البوتوكس والفيلرز وحشة يعني احب نشوف الحاجات دي كتير وعلى فكرة الناس كتير قوي منهم بيدعون هما تكترة يعني انا بيجي لي ناس عندهم مصايب بسبب ان هما راحوا حقنوا عند فلانة او علانة او فلان وتقول ان حق انت عند الدكتور فلان وتيجي سيرش عليهم مش دكتور اساسا فهو قيل على الدكتور وهما الناس عايز هما دكتور هنده عيادة بالنسبة لنا الحاجات دي لو عملناها تفيكس عشان نصلح حاجات بوزت لازم نتأكد من المادة الفعالة ومن الدكتور بالزبط كده هما ملهمش اي اضرار وانس ان هما اتحقنوا مظبوط وينسي حقنوا بمادة كويسة ما همش اي اضرار خلص طبعا تمام يبقى احنا اتكلمنا على الترهولات بتاعة الوش وترهولات بتاعة الجسم الوقاية خيرهم من العلاج ولكن اذا حصل لقدر الله في علاج عن طريق الاجهزة وعن طريق الفيلرز والبوتوكس بس على حسب درجة الترهول صحي كده طب انا اروح لمين اروح لجراح تجميل كاترة جراحة التجميل بيشتغلوا فيلرز وبوتوكس وانده كاترة الجلدية بيشتغلوا فيلرز وبوتوكس بس احنا اكتر بنشتغل معاها اجهزة يعني احنا عندنا كجلدية عندنا اجهزة بقى للسكيم كواليتي نفسها سواء هي بقى اجهزة لازرز او تايتنس او كده الجراحة لقى عندهم بقى طول تانية ان هم عندهم كمان احتاج جراحية ان هم ممكن يعملوا جراحة بقى كمان تعبوا لأي مدى الاجهزة دي ممكن تفيد في الترهولات يعني هل حتى لو درجة الترهولات متوسطة هنقول انها متوسطة هل الاجهزة دي سحرية يعني زي ما بيتعلن عنها لا الاجهزة دي مش سحرية خالص الاجهزة دي بتدي افاكت بسيط ولازم الاول تستشيري الدكتور بتاعك وتبقي عارفة النتيجة اللي هتوصلها لان احنا ساعات بيجي لنا ناس بيجي لي مثلا واحدة وانده الترهولات بسيطة ونعمل مثلا ساشنز وكده وتوصل لنتيجة معقولة فهلاقي بعدها بشوية صحبتها جاية تقولي انا كمان عايز اعمل زيها تمام فلا اما هو مش اي حد يعمل اي حاجة اما هو مش هينفع معايك انت عندك الترهول كبير قوي في كمية جلد مثلا كتير قوي الزيادة هواديها فين احنا فيه فرق بين ان انا استخدم اجهزة انا هتعمل تايتنس اكنينا مثلا بندكك الجلد في بعضه وان انا عندي جلد كتير قوي المتراهل مهما دككتو ببعضه مش هيبقى فيه لازم اقص بقى ساعةك لازم نشيل بقى محتاج برضو امانة الدكتور لانه فيه احنا مش هنقول ان انا مش بوسم دكات ربعينهم والله بس فيه ناس بيعملوا اعلانات بتوهم الناس انه ده حل سحري انه تعالى الجهاز ده هيصلح واخذ بتتحط كده على الجلد تلاقي جلد تشده حاجة غريبة كده ما هو لا هو ده مش بجد يعني انتي لازم تبقى عارفة كويسة قوي او يعني من حق الكلاينت علينا ان احنا نقوله النتيجة اللي هتوصلها تقريبا قد ايه هو يقرر موافق او لا يا لازم اديها رينج اقولها من 20-40% من 40 وهتقفر الرينجة تبقى هي متقبلة وعارفة انه مش هتحسن اكتر من كده بالاجهزة او بالحيطة بتاعتي انتي عايزة بقى تحسن اكتر من كده هتروحي جراحة بقى هتاخدي بقى الريسك تاع الجراحة وبتاع الاسكار الكبيرة ومش عارف ايه بس انتي لازم تبقى يعني حطها في بالك انا عايزة نتيجة عاملة ازاي وعلى اساس هنبتزي نتكلم بقى خصوصا الاجهزة دي غالية مش رخيصة اه طبعا صح كده الاجهزة دي غالية بالنسبة لنا وبالتالي والجلسة طبعا بتعتبر بتبقى غالية فما هيش يعني حاجة هنجربها وخلاص ومناسبة بقى ان احنا بنتكلم على الاجهزة اجهزة تفتيت الدهون لو سمحت يا دكتور بقى تساءل عليها كتير جدا جدا فيه اجهزة بتفتت الدهون وتسيح الدهون وتخلي الست عصفورة طيب احنا اجهزة تفتيت الدهون او ابر تفتيت الدهون حاجة تكلها هي فور بادي ري شيبينج فقط ترجمي لو سمحت طيب بادي ري شيبينج يعني مش نحت جسم بس يعني انا مثلا خلاص خصيت وكل جسمي كويس وعندي مكان سغنن خصيت يعني مش بتخصص لا هي مش هتنزل حاجة خالص على الميزان خالص ولا جرام تمام هي بتعمل ري شيبينج يعني ايه ري شيبينج يعني انا مثلا خصيت او لسه مخصيتش بس عندي فيه مكان بدايقني اكتر حاجة والمكان ده ميبقاش فيه دهون كتير قد كده حتة سغنانة كده تمام فممكن ابتدي اعمل على المكان ده جلسات علشان خاطر الدهون دي تقل شوية في المكان ده انا وازني لقيه خاص 2 كيلو احنا بنشوف الحالات اما بدلنا بتحكي لنا عن خبرتهم بيروحوا للدكتور فلاني فلاني بيدخلوا في من جوه باب قطه باب بيطلعهم على الاجهزة بتاعة تفتيت الدهون والباكيج بتاعهم عبارة عن ورقة ضايت بياخدوها بيطلعوا على الميزان ويروحوا على طول على الجهاز الحالة بتبقى سيفير اوبيز يعني عندها السنترال اوبيز او الدهون الحشوية ما عندهاش حتة تمسكيها بايدك يا فاند حضرتك انا بشرح لك حالات واكسبيلينس يمكن انا منفعلة لان الموضوع ده بيحصل كتير جدا في سوق الدايت اده بيخسوا بيخسوا مين يا دكتور اصلي لا هم بيتواعدوا ان هو ده هيساعدهم في نظام التخسيس فطبعا هم ماشيين على دايت قاسي جدا وفي نفس الوقت بيخشوا على الجهاز احنا بقى مش عارفين بقى هم خسوا من الدايت القاسي جدا مش خسوا من الاجهزة الاجهزة هتخسس كل الدهون دي ازاي يعني على حد علمي مفيش اجهزة خسسان لكل الجسم يعني في بادي ريشيبنج اه اوكي في بادي ريشيبنج ريشيبنج يعني ريشيبنج يعني تحسين يعني تحسين اه تحسين الشكل بتاع الجسم مش خسس انا معرفش يمكن زي حاجة تبعاتكم في التغذية انا معايني ما وصلت ليش دي لا مش عارفة انا بتكلم على الاجهزة اللي احنا بنشوفها في عياداتكو على فكرة ويمكن عياداتكو لا في عياداتنا احنا ما هو يمكن في عياداتكو كمان انتو عندوكو الاجهزة المرأكرة او المتطورة اكتر ولكن دي توعد الزبون انا حقول عليه زبون ان هو هياخد الباكتج ده عبارة عن الاجهزة دي وعبارة عن الدايت ده وهتخس من الحتة دي وهتبقى فزيعة فزيعة العسفورة ايه الحتة دي هتقل تدغون فيها كشكلا لكن مش كوزنا مش ان انا اقل المثل انا بتكلم شكلا لا اي مدى شكلا لا اي مدى شكلا لا اي مدى واحدة مربد قبيس زي ما بقولك لا مربد لا واحدة قبيس اصلا لا واحدة ايه يا دكتورة بس لا واحدة تخينة بس كده لا ما فيش نحنا ما بيجلنا احد تخين يا بيجيلي واحدة تخينة في العيادة وتقولي انا عايزة مثلا اقلل هنا وهنا 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 وتبقى جاية مثلا تعمل ابر تفتيت الدهون ابر تفتيت الدهون هيلة على فكرة وحلو قوي احنا اكتر في شغلنا بنشتغل فيها في الدبل تين حتى هنا كده حتى هنا دهون اه حتى كده ازغنانة ماشي لما نشتغل بيها في الجسم مثلا حد عنده سنة بطن سنة ارداف اوكي لكن حد تخين اصلا لا ما فيش يا دكتورة دوح حضرتك عايزة تقولي ان اجهزة تفتيت الدهون او الله ويه ابر تفتيت الدهون الميزوثيرابي اللي حضرتك بتشتغل فيها فعياتك ارد موجودة اه باب ما بتخسسش لا مستحيل انا لو جالي حد اصلا تخين يعمل الحاجات دي باولا مستحيل حرام تقصودي بيها عنده تكتل من الدهون في جسمه في اماكن تخليكي ايه تخليكي مش عارفة تعملي والله حتى لو عارفة حتى لو واحدة جسمها كله كويس قوي وبطنق بيير اد كده ما برداش برضو هي لازم تبقى كويسة وزي ما بولك عايزة تحسن الشيب مش تقل الدهون من مكان بعينه يعني لو حد مثلا الناس اللي عندهم مثلا زي ما بقولك جسمها هي رفاية قوي بس حرامة ده مشكلة ميلي بس ومشكلة كله بطنها بس وجسمها كله رفاية ماينفعش هتاخد قبر تفتيت دونه ولا تعمل اجهزة من نفع مش هتحس بفرق حرام مش هتحس بفرق ده بيدفع قلوفات يا دكتور مش هتحس بفرق لو حد فيهم حس بفرق لو في حد فيهم ما بيعملش ضايت خالص خالص وبيأكل اكله الطبيعي وحس بفرق يقولولي طب استخدمه ايه يمكن في حاجة جديدة انا مش عارفاها والله وارد اصلا يعني حضرتك شايف ان هو عشان بيدفع القلوفات دي ممكن يكون بيمشي عن الضايت بحة زفيره فبيخس زي ما نقول كده بيتوهم ولا هو فعلا الاجهزة دي ممكن تتحسنه ولا ايه انا والله العظيم ما بقول كده الناس بتتهمني معرفش انا ما جربتش انا بقولك انا معظم الناس كده اه با تحفة نتيجة حلوة قوي وقدر اوعيده بالنتيجة دي واقوله هتعمل مرة واحدة او مرتين وهتبقى نتيجة تحفة لكن حد قرية دي عنده دهون ونعمل اجهزة او جلسات تفتيت دهون مسلا عن طريق الحقنة او كده لا مستحيل يعمل شفت بقى ولا نحت ولا الحاجات دي ماشي عند دكتور جرح تجميل اه جراحة بقى يشفط كل الدهون اللي مدايقه ده ويشد الجلد وكده ماشي اوكي لكن بقى اجهزة من برا كده ان انا عمل اجهزة من برا ودهون دي تتفتت وكده انا معرفهاش بصراحة يعني معنديش الاجهزة دي ومعرفش معرفش نوعه ايه يا دكتور دانتي ماشو والله بتلف الدنيا كلها بتروح لمؤتمرات الدنيا كلها مش شفتيهاش في حدة ما مش انتريست مش شفتيهاش ولا في اي حتى خالص طب حضرتك قلت تفتيت الدهون بالقبر انت شايف ان هو ليه نتيجة كويسة اه ليه نتيجة كويسة احسن من الاجهزة لا لا على حسب الدهون مش شرط مش شرط لا على حسب شكل الدهون احنا اول لازم نقعد مع مع الشخص اللي جاي اللي مدايق الدهون اللي مدايقه دي وبنشوف على حسب اللي وضعه عامل ازاي هنعمل ده ولا هنعمل ده طب احنا نتغبطين دلوقتي يعني نسمع انه في انواع كتيرة جدا لقبر تفتيت الدهون دي تمام يعني نعمل ايه نروح فين ونيجي منين يعني هل برضو زيها زي الكلرز والباطوكس لازم نتأكد اه طبعا اه طبعا بس هي الفكرة انه صعبة قوي قوي انك انت تعرفت تتأكدين حاج زي كده يعني صعب جدا هو الفكرة كلها ان انت هتروحي لدكتور تراستد صمع الدكتور اه صمع الدكتور كويسة وانت عارفة واسقة فيه والمفروض ان با دفولت ان اي دكتور هيبقى لب معلش فيه ناس كتير جدا بتطلع على السوشال ميديا وبتعمل اعلانات وكده فالناس بتبقى بايز يعني ما تبقاش عارفة ايه صحه و ايه الغلط هل في حاجة معينة نعملها لما نبتدي ناخد الابر يعني ناخد بالنا منها عشان نحس ان فيه تأثير مفيش تأثير حاجات ممكن سايد ايفاكت او حاجار جانبية تعرفنا انه لا ده فيه كده حاجة غلط بالنسبة بسيط اصلا الابر دي قولي دي دي عادية وبنقولها للناس طبيعا الجلد دي حمر طبيعا يحصل شوية تورم اول 3-4 ايام يتحس ان ايه ده ده الاريا دي زادت تمام وارد طبعا يحصل بروزز يحصل شوية كدمات مطرح شاكل ايه يحصل شوية وجع بسيط مش وجع فظيعين بس امتكك كده على المكان احس مش شوية وجع جلدي جلد وارم لدرجة فعلا بلمسه بصوت واجع فظيع اه الحاجات دي بقى اللي تقلقك تمام لما كده ممكن يبقى حصل لكن ابتدي الاحظ فرق بعد كم ابرة بعد قد ايه الفرق المفروض على حسب نوع المادة اللي بنستخدمها بس بتبقى عن متى من اسبوعين لشهر تمام يعني عادة معظم الحاجات اللي بنستخدمها بتبقى الفرق بتاع من اسبوعين لشهر تمام هالجلسات اللي بنحس الفرق فيها بعد شهر بنقول البيشنت هتعمل الجلسة كل شهر عالس انت بيشوفتي النتيجة فنقدر نحددها تحتاجي تعملي قد ايه يعني افريزي انت مبسوطة من جلسة مبسوطة من اتنين ما تجيش تعملي غير ما تشوفي الفاينل رزولت بتاع الساشن اتنا ممكن نتبسط من جلسة مش من اتنشر وستة وتمانية زي ما بيتعلم ما هو اختيار بقى ما هي الفكرة كلها في السيليكشن في البيشنت سيليكشن انا هسيليكت الحالة اللي انا عارفة ان هي هتجيب نتيجة مرضية بالنسبالها وبالنسبالي لو النتيجة على فكرة يعني النتيجة لازم تبقى زي ما هي انا شايفاها حل ولازم ان هي كمان تبقى مبسوطة ما هي جات وتعذبت وتشكشكت ودفعت فلوس لازم تاخد نتيجة مرضية فانا قريدي مش بنقي الحالة اللي هشتغلها اللي انا عارفة انها مش هتجيب نتيجة ما هو 12 جلسة دي بقى اكيد هم اصلا ما كانتش المفروض اذا نقعد سنة ناخد عبر سنة يعني اللي هي جلسة كل شهر لو نعمل جلسة حتى لو عملها كل اسبوعين هتقعد 6 شهور كل شهور بتوحك تشكشك يعني المنموم اسبوعين يعني اقل لمدة ما بين الابر والابر المفروض تبقى اسبوعين اه يعني في كورسز بتبقى كل اسبوع يعني هي فيه انواع كثير جدا جدا تمام فيه شركات بتقول ده المنتج بتاعنا ده بتعمل كل اسبوع ده كل اسبوعين انا بقولك على البرودكس اللي انا ميلي بشتغل بيها وانا بحب استنى ما شوفي النتيجة لان ساعات مثلا بتجي لها انا مستعجلة جدا ومش هارف ايه لها بس بصي احنا لوقتي مثلا هتفق معيك هنعمل اربع جلسات طب افريدي عملت اتنين وكنت مبسوطة هتكملي ليه وده اللي بيحصل على فكرة عندهم سمنة شديدة لا لا ولا سمنة بسيطة ولا سمنة بسيطة ما انا كنت عملت وانا بخصي معيك ما كنت عملت ما الحاجة عالزي في التلاجة هم مرطرتها ما كنت عملت لا ينفعش الاثار الجانبية للدايت الناس كلها بتشتكي من الحتة دي طبعا مش الدايت بتاعين انت عارفة احنا بنكله ونخيز فيه ناس كتير بتشتكي نشعرها بيقعد وفرها بتتكسر بي ده فيه هالات سودة مشي ده كده ما بتاخدش بقى دايت متوازن لان انا لو الدايت بتاعي فيه كل احتياجاتي من الفيتامينز ومن المنرالز ومن البروتينز وكده لا مش بيحصل كده طبعا لكن لو انا قريدي حاربة نفسي خالص وما بيقولش كويس وعندي بتاعي يحصل لي بقى نقص في الحديد ويجالي أنيميا ونقص فيتامين دي ونقص في المنرالز ما طبيعي طبعا ان شعري هيقع واحنا على فكرة يعني دايما مش هقولك تسعين في المية يعني تسعة تسعين في المية الحالات اللي بيعملوا سليف بيقولنا شعرهم بيقع هو التكميم تمام التكميم الناس قليلة جدا منهم اللي بيعرفوا يحافظوا على على الفيتامين انتاج بتاعهم وهم بياخدوا فيتامينز ومشارفق وكده فأنا دايما عشان خطري عشان خطري لما يروح حد يروح يعمل تكميم بليز قبل ما تروحي قبل ما تروحي تعمل تكميم تعالي الأول نتأكد ان انت ما عندكيش أصلا أي مشكلة قرية دي في شعرك ابتدي على تريتمنت لشعرك كده كده من قبل ما نعمل التكميم حتى لو لوكل يعني ممكن ناخد لوكل فيتامين مش شرط يبقى أورل تمام مش شرط اه مش شرط بصورة تابلتس يعني أو كده ممكن تبقى حاجات لوكل بس عشان اللي بيحصل بعد التكميم احنا بنشوف شادينج تبقى الدنيا ترجع تبقى كويسة تاني وعادة بقى بتبقى كل اللي بنعمله حاجات موضوعية بس سواء جلسات بقى في العيادة أو يعني دي معلومة جديدة يا دكتورة ضحة يعني الهراء داخل يعمل تكميم أو تغيير تحويل مصار يروح لدكتور الجلدية يتطمن على شعره ده وفره وحالته الصحية هو المفروض ان هما طبيعي بيعملوا تحليل قبل العملية المفروض مش كل حاجة المفروض ده طبيعي مفروض كل حاجات يخصه بس المفروض ان الدكتور اللي هيعمل لهم التكميم أو تحويل المصار أكيد بيطلب منهم تحليل عشان يتأكد ان كل حاجة كويسة والمفروض ان أنا بقى خلاص أنا كده كده الفود ان تيج بتاعي أو أكلي قليل جدا بعد العملية فلازم أخذ الفيتامينز بتاعتي ورغم كده بيحصل برضو تساقط عشان كده هتلاقي معظم الناس المشهورة والشاطرين قوي في قصة التكميم الدكاترة الشاطرين هتلاقي دلوقتي بتاني يبقى يبقى هم دكتور جلدية في العيادة دكتور جلدية دكتور جلدية في العيادة آه أنا بسمع يعني كتير جدا بدون ذكر أسماء بيعملوا كده لأن هم عارفين ان ده بيحصل وبينصحوا البيشنس اللي بيروحوا لهم أنا هعملك عملية التكميم بس لازم بعدها تستمري على كذا وكذا وكذا وبالقيهم فعلا لما بيجوا لي وغديروا شدة فيها أدواء بتاعيت نحن لو بقول لها دكتور تكميم كتب لك هتقول لي دكتور جلدية معها في العيادة قالت لي هستخدم كذا وكذا 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 برضو جبتك ما كانتش إن أنا تعالي أنا هصلح لك شعرك لا ده أنت من الأول اعمل ضايت متوازن أو لو هتعمل تكميم خد بالك ونخد الفيتامينز بتاعتك واهتم بالتعليمات اللي الدكتور بيقولها لك لأن أي دكتور تكميم فاهم شغله بيقوله الكلام ده طب حصل لي سوق تغذية من الضايت وشعر يوقع أعمل إيه أتصرف زي هنتعالي بقى هنعمل تحليل الأول نشوف إيه المشكلة مين لي في إيه ممكن طبعا تبقى المشكلة في حاجات كتير وممكن تبقى يعني فيتمن واحد أو حاجة أو كده ممكن تبقى نمية بس وبعدين بنتجز بها لازم نحل المشكلة طبعا إحنا دايما منقول للناس إن الهير سايكل بتاعتي 3 شهور فما فيش حاجة اسمها بقى لي إسبوع بحط ده مش حاسس بفرق إن حالتك مش تحس فرق قبل 3 شهور تمام والتريتمنت بلان بتحتاج من سايكلين لتلاتة يعني من 6 إلى 9 شهور علاج علشان خاطر أرجع شعري تاني اللي كسفته زي ما كانت أنا بتكلم من الناس اللي عندهم تسوق وتفاعلي اللي هو بسبب السوق التغذية أو كده مش الناس اللي عندهم صرعوا وراسل أيوة لأحنا بتكلم على البيت بالزبط كده في أول 3 شهور لازم أعالج السبب كمان يا لازم نعمل تحليل علشان نشوف إيه السبب اللي خلى شعر يقع هل أنا عندي مثلا نقص في السيرينفريتين هل عندي مثلا نقص في فيتامين D إيه المشكلة في إيه نفسها علشان نعالجها في الفترة اللي احنا بنعالج فيها الشعر تمام بنتابع الحالة كل 3 شهور طبعا لو محتاجها الجلسات بتعمل الجلسات في أول 3 شهور بس على أساس أن احنا ندي بوستين كده ونديني ترجع تشتغل أحسن التساوكت المفروض أنه هو بيقف بعد مثلا من 3 ل 4 أسابيع بيقف يرجع للتساوكت الطبيعي اللي هو المفروض أنه هو يبقى من 800 شعره في اليوم طبعا 800 شعره في اليوم ده يعني بس أرحيق عشوات شعر كده بلكن انهيارات اللي بنشوف فيها بتحصل دي بتبقى يعني كارسية طب والهالات السودة لا الهالات السودة دي قصة تانية خالص بقى هي أصلا الهالات السودة ليها خمس أسباب أساسيين تمام بالنسبة لنا يعني فإحنا لازم الأول نشخص اللي جاي قدامي ده عنده أني سبب فيهم الهالات دي سبب إيه نمرة واحد اتتير ترفض فورمتي أو مجرى الدموع اللي هي الدهون اللي سائلين على 10 من شوية ليه الدهون اللي بتبقى قليلة تحت العين الممكن تبقى طبيعتي أما أنا أصلا مولودة كده أو ممكن أبقى خسيت جامد قوي أو ممكن أبقى مرهقة أو كده فابتدت الطبقة الدهون وطبعا بيحصل مع الـ مع الناس الكبار ابتدت الطبقة الدهون اللي تحت العين تقل فابتدى المكان ده يدخل لجوه فابتدى يبقى عليه ظل تمام؟ أي مكان عليه ظل لونه أغمق من اللي حوالي زي خطوات الراملة كده لونه غامق فلو إحنا دلوقتي السبب بالنسبة لنا كتير ترف أو أن مجرى الدموع ده حصل الدهون دي قلت بنستعود الدهون دي بفيلرز طبعا الفيلرز يوم ما بنحقينها حالا دلوقتي خلاص حالا المكان ده تملم وعشان برضو فيلر خطر أو لا أو شعب إيه القصة دي كلها إحنا المفروض أن عشان برضو بسمع حاجات غريبة يعني ساعات ناسة مجي واحدة تقولي ده أنا مش عارفة روحت الدكتور مين نوزع إبرة فيلر على وش يكلهم عندي الشقال لفكرة إزاي يعني الفيلر اللي بنحطه في الخد يا جماعة غير الفيلر بنحطه تحت العين غير اللي بنحطه في الليبس كل فيلر فيهم ليه يعني مثلا مكتب نفس الشركة نفس الشركة الفيلر بس ليه كل شركة فيلر عاملة مثلا من 8 إلى 15 نوع فيلر عند نفس الشركة ما هو النوع كل واحد فيهم بيعمل حاجة فيلر اللي تحت العين ده لازم يفيلر ويا سلام بقى لو معاها شوية فيتامين سكات حسن طري ومعا فيتامينات آه طبعا تمام فبتحسي بنتيجة دلوقتي حالا بسبب إنه عمل امتلاك للحفرة دي وبتحسي بنتيجة أحلى كتير كمان أسبوعين ثلاثة إنه هو نفسه بيشتغل كفايتامين بقى بتدي حسن بقى السكين كوالسي وكده وده حينه كل قدقية ده لأ مفيش حاجة اسمها كل قدقية في الفيلر هو دي حاجة علاجية الفيلر نفسه عمره الفيلر علاجي؟ مش تجميلي بس يعني؟ تجميلي علاجي حاجة بعملها علشان يبقى شكلي أحسن واخدي بالك شكلي أحسن مش إنه أنا أبقى حد تاني هو أنا أصلا كان شكلي كده بس حصل بسبب إنه أنا أرهقت أو خسيت أو كبرت هي عادي إنه إحنا نحسن تاني جلدنا زي ما كان دي ما فيهاش حاجة تمام دي بقى أول سبب بالزبط كده ده كده أول سبب تاني سبب هو الأنيميا تالت سبب هي الجيوب الأنفية رابع سبب هو السترس واخدي عندك بقى السترس ده تحتي حاجة كتير خالص 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 تحتي إن أنا ما بنامشي كويس ما باكلش كويس ما بشربش مية كفاية إن أنا نفسي استرس تقومي دايق أو تعبانة أو بدخن كل حاجة دي تحت السترس طيب ما بشربش كفاية دي خلص معروف إنه إحنا 2 لتر مية في اليوم ما بنامشي كويس ما باكلش كويس هم نتكلم على يعني الكيف مش الكام يعني أنا يعني الكواليتي بتاعتي أو الكيف إن أنا نم ست ساعات وقت الليل يعني نم ساعة عشرة حداشر اتناشر أخد ست ساعات بساحتيني والله يا دكتورة ده أخد ست ساعات والدنيا ضلمة بره نمت أكتر بك مش مشكلة بس ما جليش واحدة مثلا بتنام ساعة خمسة صبح ولا ست صبح وتقولي أنا منام ستناشر ساعة ما حبيبتي أنت بالنسبة لجسمك ما نمتيش يعني أنت بالنسبة فهيبقى عندك هلات برضو مش بنومك كتير يبقى لنا بالكيف والكواليتي أو فود مش لازمها باكل أكل كتير بس باكل أكل صحي تمام ونمر خمسة وهي أغلاصهم العامل الوراصي كل حاجة من دول هي علاج مختلف طبعا الأسباب بتاعت المية والأكل وكده أنا شايفين دول أسهلهم دول أسهلهم والله دول فعلا أسهلهم لو الهلات بسبب كده دي فعلا أسهل حاجة وطبعا إحنا كده كده لو حد جاي عنده مثلا مشكلة اللي هي التجويف اللي تحت العين وعملها فيلر بقولها خذي بالك بقى يعني الحمد لله بقيت الأسباب عندك مش مؤثرة فبتدي بقى وطبعا ساعد بيجي لنا ناس عندهم أكتر من سبب يعني ممكن يبقى مثلا أقولها إحنا هنحق أن التجويف اللي عندك بس هتتحسيني 50% بس أو 60% أو 70% بس تقولي طب ليه مش 100% أقولها عشان 30% اللي بقيين أو 50% في سبب تاني من الأربعة كمان موجود فلازم تعجي كله تهتمي بشرب الميا وبالنوم وبكريماتك وكده دكتورة دوحى التعرق اللي بيحصل بزيادة بطريقة زائدة ليه نسل زايدة في الوزن فيه ناس بتبقى بتتعرق زيادة يعني بيبقى عندها عرق زيادة فهل ده ليه حل لشان أنا سمعت مؤخرا أنه ممكن يبقى ليه حل ليه حل إحنا بنعمل بوتوكس يعني بنعمل بوتوكس بيه ده العلاقة ما هو التعرق الزيادة ده لو هو في أماكن لوكل في أماكن موضعية زي مثلا في الإيدين أو تحت الإبد أو كده بنحقن فيه بوتوكس للتعرق فنفس البوتوكس اللي احنا بنحقنه يعني للتجايد التعبيرية بس هو بيتحقن بيدوز تانية وبطريقة تانية خالص وبيدي إفاكت حلو جدا بيقعد إفاكتب جدا لمدة 6 شهور بعد كده بيبتدي يرجع تاني بس مش زي الأول فمعظم الناس اللي بتيجي تعمل بوتوكس للتعرق بيعملوه مرة كل سنة ودايما أحلى وقت نعمل فيه البوتوكس بقى بتاع التعرق ده قبل الصيف ليه لأن ده بيبقى أكتر وقت في تعرق جامد قوي فتاخذي 6 شهور اللي هما فيه في دول وقت الصيف وبعد كده بقى بنعمل كل سنة فيه ناس قليلة جدا بيجوا يعملوه كل 6 شهور أو كل 8 شهور دي الناس بقى اللي عندهم تعرق جامد قوي واللي بيبقى مثلا شغلوهم سنستف فيه قوي للقصة دي ومش شرط على فكرة يعني مش شرط إنه هو ليه علاقة احنا منشوف ناس صرف النعيم برضو عندهم عادي يعني ده اسمه بوتوكس علاجي برضو في الحالة دي صح كده هو البوتوكس الدواء في الأول وفي الآخر أنا ممكن استخدمه كذا طريقة طب ما مثلا هو موسوم موسوم يا دكتورة موسوم لي ده أمر أيوه طب ما هقولك حاجة ده كاترت مثلا المخ والأعصاب بيستخدموه مثلا في الحالات اللي عندها التشنجات وكده طب ما شمعنا ما هي ما هنا عشان تي بتوقف بتوقفي التعبير بتوقفي مش بوقف التعبير ما أنا بعبر ايه انت عابلة بوتوكس مش شرط إنه أنا أوقف التعبير هو ده مصح هو مصح نابقى يبقى ماسك فيس وكده بس يعني إن أنا أقل للتعبير شوية زغنانين لكن مش شرط إن أنا مصح معلش يعني حضرتك مش في النوع أي نوع بوتوكس إن شاء الله الصيني أي نوع هيعمل للعضلة هو فيه فرق بقى أنا فيه في طريقة الحقن إن أنا أحقن إزاي إنه يبقى لشكل ناترل وبقى بتحرك عادي وكده وأنا عاملة بوتوكس لأنه هو كمان أخذ بالك إنه إحنا مش شرط إنه إحنا نشيل كل اللاينز وإحنا مش القيم بتاعنا إنه إحنا ندخل نشيل تقعيد ونشد ونعمل كده هي مش دي الفكرة هي الفكرة إنه إحنا اللي الدنيا شكلها أروى بس يبقى شاكلي healthy أكتر يبقى شاكلي لا الساجي يعني أعجز أبطأ طبعا أعجز أبطأ طبعا يعني أنا لو ببتدي من أول ما تحصل المشكلة كل ما المشكلة بتبقى صغننة كل ما حلها بيبقى أسهل وكل ما بيدي نتيجة أحلى فكل ما المشكلة تبقى صغننة وأروح أعليجها بدري كل ما هتدي نتيجة أحسن كل ما المشكلة بتجبر وأروح أعليجها بعد ما بقيت مشكلة كبيرة هيبقى قدام يحل من اتنين يا اما يعني اتدخل جامد قوي في ساعتها شكلها يتغير يا اما هاردة بقى بان انا اخد يعني احسن الدنيا شوية من غير ما اوصل للنتيجة مرضية فكل بليز اول ما يحصل مشاكل لو هتقيق المشاكل دي ما تكبري ابتزي عليها وانت اول ما تظهر مغض نظر عن سن الكام احنا عمرنا ما منسأل على فكرة عندك كم سنة يعني احنا مفرقش معنا خالص في قصة التجميل دي واندك كم سنة مش فرقه وممكن انبقى عندي عشرين سنة وبقى عندي تعبير جمetera جدا وابقاشر كتير ومش عارف يعرف ايه احتاج اعمل بوتوكس واندي سبعين سنة ومش محتاجة وممكن عندي عشرين سنة وخسيت خمسين كيلو فيحرم وش يوقع ويحتاج اعمل فيلر وممكن ابقى عندي سبعين سنة ومش محتاجة فما فيش حاجة اسمها انا لسه عندي عشرين سنة لأ مش هعمل فيلر لما بأكبر هو ايه دخل لها مثلا لو عندك دور برد وانت عندك 20 ثانية فاشتة انتيباتك يعني يا حضرتك سايفة ان الموضوع موضوع مش تجميلي اكتر من ان ده احتياج يختلف من شخص لشخص عشان نحسن الكواليتي بتاعت الجلد ونخلي العجز يبطأ صح؟ ده انا فهمته كده؟ بالضبط كده بس يعني هو مش بس قصة العجز هو انا ليه ما بقاش راضي عن شكلي يعني طب ما احنا مثلا كلنا بنلبس حلو كده ما هي هي؟ ما انه لو فيه حاجة في شكلي مضيقيني؟ لا بجد اصل الموضوع ده غريب قوي يعني ما بتجيلي الناس وتقولي لا انا عندي 30 سنة مش هقدر اعمل فيلر حبيبتي طب ما انت يوش كوائع مثلا وحزينة وعمل كده هو وش طائر يعني اقدر نقول ان الفيلر والبوتوكس دول يعني حاجة مور افاكتف او اعمق في التأثير عن الكريمات اللي احنا بنحطها عشان لا الكريمات مهمة بس دي قصة ودي قصة اللي انا خالص بس نفس الوي نفس يعني نفس الغرض نفس الغرض انا بحط كريمات ليه؟ بحط كريمات عشان احسن الكواليتي بتاعت جلدي عشان خاطر مثلا سواء هو بقى الكريم ده مضاد للتجعيد مضاد للتصبغات عشان احافظ للنتيجة اللي وصلت لها وعشان احافظ على جلدي اكتر وقت ممكن يعني لو انا ما بحطش كريمات اكيد جلدي هيعجز وهيبقى فيه مشاكل اكتر بكتير واسرع بكتير من حد منتظم وشطور وبيحط كريماته كويس كريمات عشان وشي احفظ عليه ويبقى برايت وبقى حاسة ان انا راضي عن نفسي بزبت كده احنا منعتبر ان الحاجات دي كلها حاجات تجميلية علاجية تجميلية علاجية نقف عند الكريمات احنا تعقدنا البلوجرز والانفلوانسرز على الانستجرام ومورنينج روتين وإبنينج روتين وقبل النوم وفوق الغداء وتحت العشاء وحاجة يعني وكل شوية بقى اللي هم اللي بيشتغلوا كده قراد يعني هما البلوجرز بتوع بقى الوش والميكوب ومش عارفة ايه والله العظيم وحيات ربنا انا كست يعني اربعيني بعض اتفرج يا بنتي بايه الوقت وايه كل الكريمات دي وايه هاجيب يعني الموضوع محتاج تركيز قوي كده ولا اي تركيز ولا اي حاجة لهم مردين في اليوم ايوة ادينا الروتين الروتين بسيط احترمي فيه ان ما فيش وقت هو الروتين بيختلف الروتين بيختلف احتياجاتنا ايه يعني الروتين اللي ناسبني غري اللي ناسبه غري بس خلينا نتفق ان في حاجات اساسية ايه في حاجات كلنا لازم نستخدمها بس نستخدم المناسب لنا اديني الاساسي من بعد سنة الثلاثين لازم نزود هيلورنك اسد في الروتين بتاعها ده الواحده بباعة بباعة بسيانه انواع كتير خالص وعادة الهيلورنك اسد بيأفسور تصير عادة فلو هستخدم هيلورنك اسد وهستخدم مسترويزر ما ليش محتاجه أكثر من الكلب مرتب ايه يعني ده مش ده الكريم ترتيب فانتينول ده فانتينول ينفع لبعض الناس اللي جلدهم جاف بس انا بقى يا سلام لو استخدم كريم ترتيب مثلا ويبقى معها حاجات تانية يعني يبقى معايا مثلا مضادات اكسادة اه او يبقى معايا مثلا امينو اسد اللي هي الأحماض الأمينية ايه او يبقى معايا مثلا شوية كولوجين ده امتى ده الصبح ولا ليل ده ينفع كده فيه انواع ينفع تتحط الصبح والليل وفيه انواع ثانية واحدة لازم اعمل مورنج ويفنينج روتين عشان بس الموضوع ده تعيبني نفسي اضع في الإيمان اضع في حاجة اقل حاجة خالص الترتيب والسام بلوك خلاص هو واقع الشمس اللي هو واقع الشمس وصف شيتة مفيش حاجة اسمان انا السام بلوك بيحطه في المصر بس ده غالية دكتورة دوحة لا مش غالية ولا حاجة صف شيتة حط سام بلوك طبعا انا نازل الدنيا ساقعة وهوى في شمس في شمس بلدك شمس صف شيتة ده في شمس ممتج جتاقا طبعا خدي بالك بس ان مش بس قصة الشمس بس ان نازل نور اللي ضار فيها مساعة ما جيت ده انت حطة سام بلوك ممزلش من بيت من غير سام بلوك ولازم سام بلوك بتاعك على فكرة سام بلوك اصاره بي مبسوطة بيه فرحانة بيه انت بتحطيك عشي مبقاش مدايق لانت حاجة تحطيها كل يوم فلازم ما يبقاش ولا ملزق ولا مغير ولا مش عارفها مجير ولا ايه حاجة طب بيجتل السام بلوك ده لو انا قعدة بقى في دايريكت سان لايت اكتر من ساعتين شمس مباشرة احط تاني قعدة مثلا على اللابتوب فترة طويرة شو قولي كله على اللابتوب اللابتوب ايو طبعا بصي هقولك حاجة ممكن ما نعقدهاش قوي ونخليها على اقل مرة في اليوم فهم ازاي في ناس معينة اللي عندهم تصبغات وعندهم مشاكل جامدة بسبب الاضاءة او الحركة بيقولهم لأ لازم تكرروا كده كده لسام بلوك انا عندي تصبغات كل ساعتين تلاتة سوفي تصبغت انا عادة ليلونهار قدامين لطب وفقنون ده اقل حاجة يا ناس الترتيب والسام بلوك اقل حاجة يعني انت عايزة تقومي طبعا يعني انا معتبرة ان كلان مغسلوا الشانة يعني غسور يعني ده حاجة مفروضها بره روتين ثانيا وحنا نقف عند السام بلوك المفروض بصراحة يعني وانا اقوله اعجز ليه المفروض لان احنا يعني زي ما اتفقنا بقى هو بيحصل دامج للسكن من حاجات كتير قوي بيتلف الجلد اه بيتلف الجلد لو كل ما الجلد بيتلف بتبتزي يحصل تجعيه مبكرة يبانت قلتي هيلورونيك أسد طب انا هقولها لك بصورة معلش صورة بسيطة خالص تعالين بص كده على الناس اللي هم المزارعين والناس اللي بيشتغلوا في شمس جامدة وشوفي مثلا حد سنه قد حد مزارع وبيشتغل في مكان مقفول جلدهم زي بعض لا 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 شفتي بيبقى جلدهم عامل ازاي بيبقى كرمش خطوط 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 عامل ازاي وممكن تبقى واحدة صغيرة ايه وتلاقي جلدها متضمر عندها صندامج فظيع طب معليش عشان الجمهور بتاعنا ما يطهش احنا اول حاجة هيلورونيك أسد وتاني حاجة قلتيها ان احنا نحط لا احنا احنا اهم حاجتين عشان بس ما نطلق بطش اهم حاجتين الترتيب والسان بلوك بسم الله الرحمن الرحيم مرة و مرة ماشي سهليها على الناس مرة و مرة ايه سان بلوك الصبح وترتيب بالليه ماشي الله يناه ده ايه بسي هاختر نوع السان بلوك بداعي وترتيب بداعي حسب بشريتي ماشي جفة مختلطة دهنية خلاص ققف معلش ثانية واحدة قلتي غسيدي الوش من شوية وانا سمعتك لا لا في ناس ما تستني بس ينفع الوضوء بس لازم احطت حاجة على وشي يعني ايه يا مية بقشك اه بتوضي عايزة ايه المشكلة في الوضوء يا ست كل لازم اجيب غسول لا الغسول انا باخسل بي مرتين في اليوم ما بصحى الصبح باخسل وشي يعني لازم اجيب غسول استانا اسمعتك قبل كده في فيديو بتقولي ارحم استاني بس اقولك حاجة يعني لو انا هستخدم صابون وكده لا اخسل بمية بس ان انا اخسل بمية بس لنوع الجلدي لو انا جلدي قويلي اجيب غسول البشرة الدهنية لو انا جلدي جاف المفروض ان انا جلدي جاف اخسله مرة في اليوم دكتورة ضحب اه وما يساقع وفاتح طبعا هادتك بتقولي ما نخسلش وشينا بصابون الوشي اللي بنخسل بي ايه ده حاجة مصدومة ليه يا فاندم يعني المفروض لا ليه يا فاندم ليه كده هيعمل جفاف جامد جدا 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 في الجلد والجفاف الجامد قوي ده هيؤدي ان هو يعمل تجاج مبكرة برضو كل ما جلدي هيبقى جاف ده انا دفع فيه فوز كتير فبتاع اليد ده اه لا لا متشوش ان تدفع جامد على فكرة ما فيه برودكت كتير على فكرة فيه برودكت كتير جدا المصري حلوة يعني من غير ما حسول برضو مصممه اه طبعا اه طبعا لازم يبقى عندي يفيش الواش بتاعي بغسول بس يعني حاجة تجاية ما حسن الجلدهم يعني الناس اصلا الجلدهم عايز اقولك بقى ان الناس اللي جلدهم عمتن كله بقى ضعيف وجاف وكده بنكتبلهم شاورجيل كمان طبي مش بس مجرد ان الجلدهم جلسمهم اه الجسم كله شاورجيل جل الناس عندهم اجزيمة وناس عندهم حساسيات جلدهم هو غسول غسول يعني بس للجسم غير الشاورجيل اللي احنا نتكلم عن الناس اللي ما عندهمش مشاكل في الجلد لازم بدل ما ياخدوا صابونة الوش يجيبوا غسول يستخدمون مرتفع اليوم مين ما عندهش مشاكل في جلده يعني ما اش حاسس في مشاكل اكبر في حياته مين اي حد اقل من عشرين عنده حبوب او عنده قبلية ان يجي له حبوب صح اي حد اي حد فوق العشرين يا اما عندي سترس ومشا كيف عندي برضه قبلية يجي له حبوب تمام او او انا بص شريت جفة جدا جدا فمش هتستحمل لها استخدم صابونة عليها يعني اي حد او عندي تصبغات يعني دايما الحد عندي مفيش حد وشه ما شاء الله ما عندهش اي مشاكل خالص مفيش صعب قوي يعني هيبقى حد مهتم بقى لكن حد طبيعي كده ولا بيستخدم اي سكين روتين ولا اي حاجة ولا مشكلة في جلده ماشي صعب قوي انا خدت الهايلورونيك اسد والترتيب وغسول صبح وليل وما خسلش بصابونة وش وش في حاجة تانية كفاية كده دكتورة دول كده بسم الله الرحمن الرحيم يعني خلاص حلوي قوي شكرا لي طيب في حاجات بقى تانية لا لا كفاية دكتورة دوح حضرتك حاجات التانية دي نبقى مفيش مشكلة حاجات التانية دي عشان علاجية يعني ولا عشان بس ما نبقاش حرام للناس لا انا كنت لسه بقولك ان احنا فوق التلاتين هنبتدي ندخل هيلورونيك اسد تحت التلاتين مش لازم فوق التلاتين لازم بتدي ندخل هيلورونيك اسد لو عندي بقى يعني مثلا تصبغات اه دي حاجات بقى عندي بقى مسام مؤسع عندي جلدي دهني عندي مش عارف ايه شوية تجايد في بقى ريتينول وفايتامين سي البلوجر بتطلع تقول لا الريتينول دي اهم حاجة حطه مش عارف ايه هنا انا انا اعمل ايه انا 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 ولا ماخدش نصيحة منها اروح لدكتور لا احسن انت تروح لدكتور تشوفي طبيعة جلدك ايه وتستخدمي لان احنا سعب بيجلنا بنات كتير مثلا تلاقي بشها ملتهم جامد اوي ومحمر ومش قادرة تلمسه ومش عادي تقول استخدمت البرودكت الفلاني عشان فلانة طلعت اقلت ان هو حل واقوي ما هو حلو انا ماخدش مشكلة في البرودكت اللي خلص لزحفة مصابش مناسب ليكي احنا منختار الحاجة اللي مناسبة لكل حد فيه انا بس مش اكثر دكتورة ضحى السيليوليت سؤال مشهور جدا عندي هل السيليوليت فيه كريم سحري حل سحري جهاز سحري عشان السيليوليت طب بصي حاكتين حاكتين لما بحد كده داخل عليها في العيادة ويقلهم لي انا بالنسبة لي قلاص دول ما فيش حل عندي ليهم ولا السيليوليت ولا الستريتش ماركس اصلا السيليوليت فيها مشكلة تانية يا جماعة ده استاني بس ده فيها يعني عامل كبير جدا جدا جيناتك وراسي اه طبعا وراسي يجي قولي اصلا بشوف البنات الروسيات ما عافش رجلهم عاملة ازاي براستهم كده طبيعتهم كده هم بيدوا شعرهم اصفر ومش عارف ايه خلاص بقى جيناتنا هم برضو شايفلنا حلوين بسيليولاتنا على فكرة عادي جدا السيليوليت ممكن تقل لكن عشان تروح عشان تروح ده يعني مش هقولي ان زي حاجة مستحيلة بس حاجة صعبة جدا 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 مفيش اجهزة بتشيري سيليت الاجهزة بتحسن السيليوليت اولا سيليت اولا خلي نقول ان هو جريتز في اربع جريتز من السيليوليت تلأ اربع مراحل اه لو هي جريت فور يعني سيليت عندها جمدة جدا جدا بقول لأ لأ حبكت يا حرام روحك متعملش اي حاجة خلاص لو هي جريت تو او ثري بنقول لأ هممكن نشتغل ببعض الاجهزة الا هتحسنهم كتير وبقول لهم هيتحسنوا مش هيروحوا في احتمال ان هم يروحوا او يتحسنوا اوي اه في احتمال بس ما يفعش نقول كده لان الاغلب ان ده مش هيحسن انت يحرك بتبوضي شغلك بتقول للناس ان هم مش هيتعالجوا اولا هيبقى ماشيهم بقولها حرام يا حبيبتي هتعملوا لو انت رضي انك تي وتدفعي فلوس وتحسي بنتجة ضعيفة لو الموضوع مقزمك اوي تعالي اعمليهم بس هم مش هيروحوا 100% ابدا بنعمل ايه بنعمل ايه القصة السلوليت دي اولا احنا لازم نوقف المشروبات الغازية بتزاود السلوليت السكريات بتزاود السلوليت بجانب العامل الوراثي خلاص عندنا العامل الوراثي هنعمل في ايه طيب اكيد انا لو المكان اللي فيه سلوليت عندي اطخن اكيد هيبقى سلوليت فيه اكتر وبنشوف بنتروفنعين خالص قد كده وعندها سلوليت تمام عشان كده قلنا ان هي ايه فيها مراحل السلوليت بتتحسن جدا جدا بشرب المياه كتير وبلعب الرياضة مهمة اوي 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 مع الاجهزة طيب هفترض وتخس الا والمشكلة طبعا ان فيه سمنة اطعب على ما نخس بيتحسنه بس ممكن ميروحوش مياه في المياه حتى ايه من الخسار ايوة بس اقولك ممكن منتروفنعين خالصوا عندهم سلوليت بس النصيحة البسيطة ان هي تخس لو هي عندها سمنة تلعب خلاص بقى هنرضى بقى ليلنا والنتيجة اللي وصلناها طب هفترض لأ ان انا النتيجة دي ان انا سلوليت تتشالت او تحسنت بس لسه فيه شوية نقر في بقى حل ممكن نعمله ان احنا النقر دي بنملى فيها فيلر فيلر بتاع بادي طبعا ايه اه لو حد عنده مدايقين واوي فممكن نحط في النقرة دي فيلر بس هقول اخذ بالك ده حل مؤقت لقي فيلر ده شوية وبيروح ومكلف بس ومكلف بس الفيلرز بتاع تل بادي طبعا يعني مش زي الفيلرز بتاع تل بادي طبعا يعني مش زي الفيلرز بتاع تل بادي طبعا هي بتبقى كميتها كبيرة فمبتبقاش مكلفة قوي للدرجة بس هم نتكلم في النقر ايه للموضوع عندهم بقى فضيقهم دايقني خالص لكن طبعا ما يفعش يجيلي حد قريدي المكان ده تخين جدا والسلوليت محفرة قده كده يا فندي بيقولولهم وبيجيبوا حلول ده ساعات بيقولوا مشربوا المشروب ده هينزل على السلوليت حدرتك هيضيع السلوليت؟ والناس بتصدق على سوشيال ميديا ولما بنتلع نكذب بيتهمون ان احنا ضد الطيار وان احنا عايزين نطلع طريقا بس هو احنا برضو عشان بقى صريحة معاكي احنا شغل الدهون والسلوليت والحاجات دي قوي مش حتتنا قوي بس يعني هو مفيش حاجة لا بتعمل كده مفيش العلمية مفيش حتت مين؟ يا سيدي مش حتتنا هم اللي بيقولوا بس هقولي الحاجة برضو من الحاجات ان انا بشوف انها بتجيب نتيجة يعني كويسة في السلوليت برضو عمليات الجراح يعني برضو لو الموضوع فضيع وكده شد بقى بس بتقولي نتيجة كويسة برضو مش بيرفكت اصلا تعملي في كله يعني على حسب بقى الاماكن السلوليت دي موجودة يعني الخلاصة انه الاجهزة والمشروبات والحركات اللي بتعالج السلوليت دي فاتشة المشروبات دي معرفش لا انا معرفش يعني فيه مشروبات بتحسن او بتروحها السلوليت على طول ازاي مثلا او ايه بتاعها او بتفهم لينا ان انا هروحي السلوليت مش عارفة يعني يمكن السلوليت علي ريسبتور مثلا مخصوصة عارفة بصراحة لكن الاجهزة بتحسن بتحسن مش بتضيع وفيه ناس بيتشماركس بقى لا وفيه ناس بيتمشيهم خالص تقوللهم مش هقدرة تدخي تسعين في المية من الناس اللي عندهم سلوليت سمعين يا مجازين يا مستمعين بس يعني من التغل لما يبقى فعلا فيه نتيجة علامات التمدد بقى علامات التمدد بقى او الوقاية خيره من العلاق دايما نقول كده حبيبتي قبل ما يجيلك عارف ان انت هجيلك فحاولي انها مجيش عارف من ايه انا دلوقتي بخس او بطخن يعني مثلا انا حاعمل مطنية هتكبر انا عارف ان مطنية هتكبر ابتدي احضب الكريمات اللي بتحسن الكواليتي بتاعت الجلدة عشان الجلدي يبتدي يتمدد من غير ما يتفتح من بعض ويحصل تمام انا بخس نفس الكل تمام الستراتش ماركس او التمددات بتيجي سواء من ده او من ده طب نعرف فاني انا حتة اللي هحط فيها اللي بيخس ده انا بلعب مثلا رياضة وبعمل مثلا بايسبس وتريسبس ومش عادي انا عارف ان الاماكن دي هتكبر خلينا بس بنبسطها على الناس انا دلوقتي رايح هخس من جسمي كله يعني عندي اماكن معينة اشرب مية كتير بقى اشرب مية كتير هتقلل عقل شوية يحصل يا دكتور ده فيه دكتور طالع دلوقتي بيقول ان شرب المية غلط وما تشربوش مية حضرت بطول البودكاست بيقول كده بيقول المية شرب المية مفيد لكل حاجة مش للجلد بس حضرتك من ساعة ما عدتي معي في البودكاست وانتي بتقول يشربوا مية احلل كل المشاكل الجلدية احنا دايما في كل اخر روجاتنا يقول اشربوا مية اي حد بقى جاي اشتكي من اللي حاجة ايفان ان هو بيقول ده طالع تراني ان هو شرب المية مالوش غلط ليه؟ ما عرفش هو بيقول انا مش قادرة اوصح يعني ايه وجهة النظر مالوش وجهة النظر هو بيقول انا بقى فهم انا عارف والله العظيم هو بيقول انا بقى ادلة مفيش ادلة هو بيقول انا انا سابق عصري وعارف يعني ايه بحرك بقى من ساعة ما عادتي وانتي بتقولي مية 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 طبعا 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 احنا لو عندنا حد جاي اشتكي نشعرها انا ايه شب فانسلا بقولها زودي شرب المية شوية عندي في جلدي اللي هو بنسميه جلد الوزة وكده هنشربي مية يبقى علامات التمدد اشربي مية وانتي بتعملي دايت او انت حامل طبعا طبعا مش احنا لسه قليلين من شوية كده في الاول على موضوع الترهولات وكده بانا كل ما كان جلدي احسن كل ما التراتش ماركس لي مش هتبقى مش هتبقى كتير تمام زي ما بنشوف مثلا ستات حوامل بيجي لهم استراتش ماركس كتات لا طب اش معنى الكوالسيوفسكن طبعا يبقى شرب المية وانا بخس وحط الكريمات موضعية على الاماكن اللي انا عارفة ان انا فشور هاخسة منها طبعا حصلت حصلت بقى على حسب هي في انه مرحلة اللي هو في المرحلة الاولانية زلونها احمر دي مرحلة جميلة و ضحفة بتتحسين كثير جدا جدني هقدر اقول ان في المرحلة دي بالكريمات بس بتاعة البيت هتتحسن بنسبه كبيره جدا مش هتتروح مية فيل ماهي Wakies هتتحسن بنسبه كبيره جدا هتروح مية فيل مية كريمات البيت مع الجلسات تمام لو هي لونها ابيض هنقول لا چGooo مش هتأثر فى خق ما حول هلцев نعمل ايه مش هتأثر فى ماذا احلى الجلسات الاiness الستراتش ماركس دي المايكرو نيدل فراكشن ليزر الحاجات اللي بيجيبنا تاقي حلوة قوي برضو طبعا على حسب المكان والكمية بتاعتها عاملة ازاي وكده يعني الستراتش ماركس اللي هي بتبقى سبب مثلا الناس اللي بتاخد كورتيزون كتير سواء موضعي او يعني أورل او كده دي بتبقى سراتش ماركس كبيرة جدا جدا فدي بنحتاج ان احنا كمان نحقن فيها مغاية تحسن وكده فهي بتعتمد مفيش حد بنعمله يعني مش كلنا نفس الاستنبا يعني مش بتخلي حالة ساقوم مدخلها على الجهاز الفلاني هو يعني خلاصة الستراتش مارك الوقاية خيرو من العلاج ولو حصلت في الاول الحقيقة كل الحقيقة بدري كل اللي يكون احسن اخر سؤال هسأله الحضرت حالات مقاومة الانسولين بتعاني من عرضين العرض الاساسي ان بيبقى عندهم اسمرار في جسمهم زي الرأب في بعض منهم اللي هم عندهم الميتابوليك سندروم او متلازمة الايد بقى بيبقى عندهم كمان شعر زائد السيدات والبنات شعر زائد في اماكن معينة من جسمهم فبيتقلهم انه فبيتقلهم انه الاسمرار اللي في الامانات دي ممكن نستخدم له كريمات موضوعية وحاجات كده وبيتقلهم انه الشعر الزائد ده ينفع نشيله بالليس ممكن حريك بس تتعلقلنا على الحتة دي وننهي بيها البودكاست الممتع الجدلي ده ينفع اه بس هرجع تاني لو معالكتش السبب يعني هقولها لك ببساطة خالص مثلا انا دلوقتي قمت اخدت شاور دافي وطلعت وقفت في الشتا فعيت خلاص اخدت انتباتك تخفيت فاخدت شاور وطلعت وقفت تاني في عائقة تاني مش حاسبها انا اخدت انتباتك فخلاص خفيت فالبنات اللي عندهم اسمرار في الاندر ارم او بين بجليهم او في رقبتهم بسبب مقاومة الانسولين بقول لها اها ما عنديش مشكلة هعمل للجلسات جلسات مش كريمات ممكن اخد كريم في البيت بس لو الموضوع بسيط يعني لك الموضوع جامد لا بنعمل جلسات ايه جلسات ايه ممكن جلسات تأشير او جلسات ليزر على حسب الحالة هقول لها والموضوع هيبقى حلو ايه بس هيرجعتني عوضوك فحرام احنا مش هنعمل حاجة هتروحي الاول تعالجي مقاومة الانسولين اللي هي في الاغلب بيبقى علاجها ان انا خس بعد كده هنبتدي نشتغل ففي الوقت ده بقولها في الوقت ده هنستخدم الكريم تمام عشان يحسن الدنيا شوية تمام وانتي بتخسي وانتي بتعالجي مقاومة الانسولين سواء بقى بأي طريقة علشان خاطر يتحسي بشوية فرق بسيط ولما تخلصي خالص هتيجي بقى اللي باقي احنا هنشيله مفيش مشكلة تمام الشعر الزائد اه طبعا برضو هنشيله بالليزر مفيش مشكلة بس هيرجع تاني هيرجع تاني المفروض المفروض ان انا لما اعمل الليزر الشعر ما نجحش يطلع تاني تمام طيب بغض النظر بقى عن القصة دي عشان ما ندخلش في قصة الليزر والحاجات دي فالمفروض ان انا المكان اللي هعمل عليه الليزر ما اخد جلاساتي كلها مش هيتطلع فيه شعر تاني لكن لو انا عندي مشكلة صحية بتخلي الشعر ده يطلع زي مثلا عندي تكييسات على المبايد او فالاماكن دي هتفضل يطلع فيها شعر انا هشيله بالليزر هفضل يطلع تاني طيب ايه دور الليزر هنا بقى ما هونا لسه عندي مقاومة انسونين او تكييس مبينت وشيلته بالليزر نحن نعالج العرض طيب ايه لازمته بقى من التعالج الاول وبعدين اعمله ما بزبط كده هفترض ان انا مسلا ما عنديش وسيلة تانية ان انا نشيل بها للشعر ده او مدايقني او كده فممكن اشيله بالليزر هتستفيد ان هو هيوعد فترة طويلة عبر ما يطلع اطول فترة اطول بس مش هينتهي 100% غير ما تعالجي السبب لازم نعالج السبب مش نعالج العرض ونسيب السبب الاساسي يعني ممكن اساعد الاسمرار لنتيجة مقاومة الانسولين عن طريق لو هي بتخس اولادية لو لازم نخس ولو بتخس اولادية اديها كريمات ولو خلصت خلاص ببتدي اعمل الجلسات وممكن ساعتها لو خلصت خلاص اعتمد على كريمات ده ممكن ممكن بس الفكرة ان انا يعني يبقى حرامة علي لو هي قريدي لسا عندها مقامة الانسولين وانا عارفة ان هي رجع تاني وانا عملها جلسات وتتشال خالص وتبقى مبسوطة وبعد انها تجيلي تاني بعدها بشوي اصغطانين وكذلك الشعر الزايد تقول لي بصي اسمها الرجع تاني والشعر الزايد رجع تاني اعم معلقتيش السبب انا مش عارفة اقول لك ايها دكتورة دوحة انا بحبك انت عارفة احنا صحاب عشرة عمر وبسق جدا في دميرك وفي دماغك وعايزين بس نقول للناس انه اللي احنا قلنا النهاردة لمصلحتهم علشان يبقوا عارفين يبقى فيه شفافية في السيربس او الخدمات اللي بوتوا قدم من قبل متخصصين وغير متخصصين تخص الجلد والبشرة والحاجات لانه الموضوع ده يعني مش قادر اوصف لك تراند ازاي شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ويا رب يفتحها فوشك كده كمان وكمان عشان دميرك الصحي ده شكرا جزيلا شكرا جزيلا